موسيقى اهلا بحضراتكم في برنامج الجدعان الاسبوع ده وعلى مدى حلقات الخميس والجمع والسبت نقدم لكم حصاد لمجموعة من التقارير المهمة اللي عرضناها خلال الست شهور اللي فاتوا ما ينفعش ننسى جدعان بلدنا ابدا احنا يوميا تقريبا بنتواصل معاهم اللي بيزرعوا واللي بيصنعوا رايحين جايين عليهم لانهم باختصار شديد جدا اللي بينوروا الطريق قدامنا وبيهدوا لينا بكل حب وعن طيب خاطر خلاصة تجاربهم المشروع اللي هنزوره دلوقتي في منطقة الواحات البحرية مولود جديد في صناعة الدواجن لكنه مولود عملاق بجد مدينة داجينة عملاقة بتنفذها مجموعة كايروس ريئي للدواجن على مساحة 27 ألف فدان دفع واحدة فيها كل حلقات الصناعة مزارع جدود أمهات تسمين معامل تفريخ مصانع أعلاف مجازر حديثة وكل حلقة مستقلة تماما عن الحلقات التانية ومعزولة عنها بأبعاد وقائية حازمة وصارمة وعلى فكرة دي أول مدينة متكملة للدواجن في الوطن العربي بالشرق الأوسط وأفريقيا واستثماراتها تتجاوز 2 مليار جنيه برنامج الجدعان انفرض حصريا بزيارة المشروع في الوحات واللي بيستهدف إنتاج 120 مليون فرخ التسمين سنويا في 14 محطة متكملة بطاقة 400 ألف فرخ خف الدورة وهيضم 75 ألف جد دواجن من سلالة الهابرد العالمية في 5 محطات جدود و800 ألف من أمهات الدواجن الهابرد في 8 محطات متكملة ومجزر ضخم بطاقة 9000 طائر ساعة ومعمالين تفريخ الأول للجدود والتاني للأمهات يعني منظومة ما حصلتش قبل كده في مصر خلينا نبدأ ونقول للناس نحن دلوقتي وقفين فيه عنبر من عنابر جدود جدود اللي هي أعلى طبقات صناعة الدواجن الموجودة في مصر في العنابر دي هيبقى فيه 75 ألف جد عشان ننتج بعد كده الأمهات منها للمعامل منها للتسمين مدينة متكملة نتحرك إزاي؟ طبعا في البداية ده المشروع ده كان مبني أساسا على أساس سد الفجوة الاستراضية تمام؟ لما جات الإدارة تفكر أنها تعمل مدينة دا جينا كان الرأي الفني أن إحنا نبدأ إزاي أن إحنا هنعمل بعد بيئي وإزاي هنعمل أمن حيوي في مكان زي كده واحد فيه جدود وفيه أمهات وفيه تسمين فلما بدأنا أن إحنا نشتغله كأي أساس أي بروجيكت الأمن الحيوي هو أساس كل حاجة دلوقتي طبعا فإحنا بدأنا طبعا في الجدود إنها زي ما حضرتك شفت وإحنا جايين في قلب الصحراء الغربية تبعد حوالي 25 كيلو متر من نقطة الانطلاق برضو البعد البيئي بينها وبين طبعا في آخر نقطة في المشروع صح كده؟ آخر نقطة في المشروع قبل الطريق الكليم تمام طبعا المخطط كله دي وحدة إبديميولوجية واحدة مقسمة إلى ثلاث مناطق أمن حيوي بايو سيكيروتي زونز كل منطقة لها معاملاتها طبقا للريسك أسسمنت أو معامل الخطورة الجد الهاورد نعملين له عنابر دلعة يعني حاجة والمحطة كلها ثلاث عنابر بعكس التسمين بيبقى ست محطات أو ست عنابر فكاد كوت الغالي ده هنقابله إزاي وهنتعلم معه إزاي وعرفنا عليه عرفنا عليه هابرد اللي عمره أكتر معدي لـ 80 سنة النهار ده أو لـ 100 سنة طبعا سلالة الهابرد من السلالات العريقة في السوق المصري وفي العالم كله يمكن مؤخرا استحوذ عليها عرق أفياجين فبدأ يحط البصمات بتاعته والتأصيل يشتغل على الهابرد وبدأوا من هما المرج ده والاستحواز ده ينتج لنا أول أم ويسموها Efficiency Plus ودي أول مرة تنزل مصر ومين اسمها هي Efficiency كفاءة الإنتاج فيها عالية جداً سلالة مقاومة للأمراض سريعة النمو متطلباتها الغذائية كويسة جداً مختلفة عن السلالات اللي قبل كده إمتى هيبقى موجودة في مصر؟ وتنتهي هذه العنابر بالكامل وتشتغل بطاقة 75 ألف جد إحنا إن شاء الله يعني بنهاية هذا العام هنبدأ نستقبل أول جد Efficiency Plus في مصر إن شاء الله وكاتكوت هيطلع بعد ذلك دي إيه بقى؟ كاتكوت كتكيت موتاها في السوق ممكن بعدها بستة شهور أو بعدها بسنة هيبدأ يكون فيه كاتكيت تسمين Efficiency Plus في السوق المصر الدكتور محمد راضي مدير المكتب الفني لمجموعة كايروسرئية للدواجن حاصل على الدكتوراه في علم الميكروبيولوجي والمناعة بكلية الطب البطري جامعة القاهرة وخبرته بتمدد الحوالي 16 سنة هو من الناس اللي كانوا بيشتغلوا مع الخبير الهولندي العالمي في صناعة الدواجن فرناندو بار واللي ساهم في إنشاء أكبر مجموعات الدواجن في مصر والسعودية يعني راجل علم لكل أهل صناعة الدواجن إحنا عندنا هنا الجد والأم والكاتكوت وكل حاجة غالية العلب بتاعها مخصوصاً لكاتكوت الهابرد مشان الناس هتسأل الكاتكوت ده بياخد علف معين تركيبة معينة ولا أي علف في السوق ممكن ينفع معاه الهابرد له طبعاً زي أي سلالة مواصفات غذائية مختلفة عن السلالات الأخرى بس طبعاً إحنا مش هنحتفظ بالنهاو إحنا هنديها للسوق المصري نجعل دعم المربين بالضبط إحنا هندي النهاو بتاعنا للسوق المصري عشان الناس تعرف تجيب نتائج كويسة جداً بالهور بنسب تجانس عالية وفرق بين الزكور والإنس يكون قليل لسه معاكم في الوحاة البحرية عشان بنزور أول مدينة دا جينا في مصر واللي بتنفذها مجموعة كايروس ريئي للدواجن باستثمارات تجاوزت 2 مليار جنيه وعلى مساحة 27 ألف الدان كيان عظيم وصناعة الدواجن في مصر محتاجة تعالوا نقابل الدكتور وجد اسكندر وهو مدير قطاع الدواجن في مجموعة كايروس ريئي خبرة مهولة في صناعة الدواجن وهدوء رهيب في مواجهة تحديات المشروع والمفاجأة أنه في الأصل طبيب بشري تخصص نسها وولادة لكن صناعة الدواجن خطفته من زمان ركزوا معاهم مكونات المشروع هنا ايه؟ يعني ايه مدينة الدواجن وليه كايروس ريئي اللي مشهورة عمرها أنه هي من أكبر شركات الحبوب في مصر وغيرها من المشروعات كررت الدخول في قطاع الدواجن بكل مخاطرته أكيد صناعة كبيرة جداً فهم مخاطرة كبيرة جداً احنا عندنا قطاع أمهات وعندنا قطاع جدود قطاع الأمهات هيكون تقريباً حوالي 14 مزرعة برضو احنا مخططين احنا نبتدي بأول 6 مزارع أمهات على شهر 3 2021 احنا مخططين برضو على أول السنة دي هيكون عندنا أربع مزارع جدود طبعاً مشروع ضخم استثمارات معدية الـ 2 مليار كل ده ان احنا بنشجع الصناعة في بلدنا مزارع أمهات الدواجن من سلالة الهابرد بالمشروع عددها 12 محطة في 6 عنابر وكل محطة ومخطط لها استقبال 800 ألف أم لإنتاج 80 مليون كتكوت تسمين سنوياً أما مجزر الوحاة فهيكون بطاقة زبح 150 ألف طائر يومياً من خلال 3 خطوط كاملة حديثة جداً خليني أقولي على ملاحظة كده شفتها وأنا ماشي في المشروع فيه دقائقات كتير معنى كده ان الأرض هنا بالنسبة كبيرة سخرية والجبال اللي بتحيط هي طبعاً مانع طبيعي بيحمي المشروع كل المزارة في حضن الجبال ولكن الأراضي الصخرية مش هتحملك تكلفة كبيرة جداً في الإنشاءات هانتش فيه أرض بديلة أننا نتوسع فيها في المزارة أنا شايفها من تحديات المشروع طبعاً طبعاً تحديات المشروع احنا المشروع لما خدناه فعلاً اختارونا الأرض دي وإحنا جينا شفناها ولانا هي مناسبة عشان في حتة ما فيهاش أي حاجة ولا سكن ولا تربيات صحيح أول ما بتدينا المشروع لقينا فعلاً أن الأرض هنا سخرية طبعاً تكلفة أنك أنت تدق الصخر ده كله طبعاً تكلفة عالية جداً بس احنا برضو صممنا أن احنا نكمل المشروع وبنفس السرعة وبنفس الأداء بس طبعاً تكلفة تكلفة عالية جداً الميا هنا أخبار إيه؟ ومصدر الطاقة الميا هنا كلها أبيار أبيار؟ عمق؟ عمق حوالي ألف وتكلفة البير الواحد طبعاً بيوصل حوالي أربعة مليون وخمسة مليون صحيح وبنعمله طبعاً محطة تحلية برضو عشان الحديد اللي هنا برضو في الميا عالي احنا حالياً بمصدر الطاقة عندنا بسولر بتشغل كل مولدات كلها والمولدات قايمة على السولر احنا فيه مشروع احنا دخلين فيه دلوقتي ان احنا بنحاول نوصل الطاقة القهربائية المشروع ده فيه شركة طبعاً من الشركات اللي موجودة في مصر بتقوم بيه دلوقتي حالياً بالتوصيل القهرباء هو قدامه حوالي خمس شهور ست شهور وبإذن الله يبقى المشروع دقائق دللنا في مشروع المدينة الداجينة اللي بتنفزه شركة كايروس رئي في الوحاة كان إبراهيم وجدي مدير التسويق وتطوير العمال في المجموعة وهو من شباب مصر الواعد في قطاع التسويق وتخرج في الجامعة الأمريكية بدبي وخبرته تمتد العشر سنين في قطاع التسويق بالشركات العالمية وكان هدفه من زيارة الموقع الجديد للمدينة الداجينة بالوحاة إننا نفهم يعني إنتاج فرخة بمواصفات ممتازة تحت رقابة مشددة في جميع مراحلها أنا عايزة أفهم منك الإصرار إن احنا بنسارع الزمن على إنشاء هذا المشروع بكل كينات وعننا بننشئ صناعة الدواجن بالكامل داخل الوحاة إيه الإصرار على كده؟ وإحنا هنا مش جايين نغير الصناعة إحنا هنا جايين نطور الصناعة فمع تطوير الصناعة لازم نخلي الأهالي أو هم المراببين الصغار اللي فيديهم 80% من الصناعة إن دول عمود أساسي في الصناعة دي فإحنا جايين نعمل إيه؟ نوفر لهم مساعدات تسويقية دعم فني وتوفير خمات قدروا يستغلوا الموضوع ده ويطوروا الجزء بتاعه طيب الوحاة هنا بندي المراببين الصغار للسعيد كلها فإحنا هنا عندنا برضو موقع سراتيجي للجزء مهم جدا في صناعة الدواجن في مصر طيب جينا نقول حاجة تانية طيب إحنا هنطور الصناعة دي إزاي؟ جزء إين؟ أول جزء جزء التوعية أو توعية المستالك لوقتي المستالك لازم يبعارف فراخ شهد أو فراخ الصناعات الشركات الأخرى عملت إزاي؟ والفرخ البلدي لما تيجي ستة البيت تقول لك الفرخ البلدي مثلا أرخص ما هي أرخص عشان أنت ما تخديش فرخ شهد برشا أرخص وزخنة ومسكرة مسكرة دي زخ المصالك نعمل تيستيج ونشوف أو نعمل حملت تزوق ونشوف بس أرخص مثلا شهد ما بتطلعش برشا الفرارجي تبقى كارسة تبقى كارسة أو مشكلة عظيمة بس الفرارجي بيديك الوزن كامل إحنا الوزن صوفي لحم اللحم تلاقي إن شهد أرخص تاني حاجة دلوقتي في الأزمة اللي إحنا فيها وأنضف في المعاملة وحلال والناس في صحية هذا جزء التاني بقى كل حاجة ده لازم نوعي عليه عليه المساهل الست البيت دايما تقول لك برضو الفرخة البلدي دي فرخة مضمونة طب ما إحنا في الأزمة اللي إحنا فيها دي مضمونة لها معتميات كتير جدا مضمونة يبقى لازم تكون معها الشهادات الجودة العالمية مضمونة يعني تكون لازم أنت تعرف أصل وفصل الشفرخة دي جاي منين بتاكل عالف عامل إزاي فدي حاجات كلنا لازم تركزين فيها ودلوقتي الحاجة التالتة اللي سنت البيت تقول لك أنا عايز أشوف الفرخة دي ما تبحها قدامي طب ما في الأزمة اللي إحنا فيها وأزمة الكورونا والأيام اللي إحنا فيها دي ما ينفعش يبقى فيه طوابير وقفة قدام المحل ما ينفعش سكينة اللي كون بتستعمل تبقى مستعمل بإليها نظافة وتعقيم ولازم فيه قناعة كاملة أن الصناعة الوطنية أمينة على المستهلك المصري ده اللي لازم كل يعرف ده أكيد وعلشا كده احنا قلنا جزئين دوعية المستهلك وتطوير الأهالي أو المراببين الصغار بحس أن احنا نقدر نوفي لسه طلبنا ونكمل مع المستهلك المصري المشهور دلوقتي هنقابل أسطورة الإنتاج الحيواني في مصر المستثمر أحمد العياد هو أردني عاشق لمصر وأقام منظومة كبرى لتصنيع اللحوم في مصر وبدأ بمشروع لتربية العجول المحلية والمستوردة بطاقة 28 ألف راس ومجزر أملاق بطاقة زبح 50 عجل في الساعة الوحدة وصالات للتشفية ويستعد لمشروع حلاب بطاقة 2000 راس ومشروع لتصنيع منتجات اللحوم إذن هي منظومة متكاملة تقام على أرض مصر خليكم معنا في عمك 6 كم تقريبا من طريق الكهارة اسكندرية الصحراوي وتحديدا خلف مزارع دينا اتنفس حوالي 80% من إنشاءات أكبر مشروع للإنتاج الحيواني في مصر بالقطاع الخاص مشروع البشاير للصناعات الغذائية باختصار مشروع ولا الأساطير البرازيلية العملاقة في تصنيع اللحوم وهدف مشروع البشاير اللي استثماراته تجاوزت 250 مليون جنيه لغاية النهاردة إن العجل يدخل من باب ويخرج مصنعات ومنتجات غذائية من باب تاني يعني بورجر وسوسيس ولانشون وبلوبيث وقطاعيات لحوم مميزة ودهون وغيرها يعني مفيش حاجة منه هتروح هضر حتى الدم والعض بنستفيد بيها يعني قيمة مضافة عظيمة فعلا مشروع البشاير اللي بينفزه المستثمر الأردني أحمد العياط ممثل آل العياط في مصر أكبر شركات الوطن العربي في قطاع الإنتاج الحيواني وعلى فكرة أحمد العياط جدع من العيار التقيل طول عمره بتاع شغل و24 ساعة تفكير والمشروع ده تحديدا حلمه من سنين تسمين العجول البقارية البلدية والمستوردة والجموس المصري وإنتاج اللحوم وتحولها لمصنعات بخلاف بيع جول مستوردة من أفضل السلالات بغرض التربية لصغار المربين وكمان مشروع حلاب بطاقة 2000 راس على الأقل احكي لي المشروع ووصلنا فيه لغاية فين المعرض والله إحنا تقريباً وصلنا لـ 80% من التكامل في المشروع اللي كنت قال لحقك عليه من أربع سنين وصلنا دلوقتي اللي إحنا عملنا مزرعتين مزرعة بطاقة 22 ألف راس ومزرعة تانية بطاقة 6000 راس على مشروع 130 فدان ومجزر قالب يتبح 50 راس في الساعة وعندنا طبعاً استشفية وتعبئة لحوم إن شاء الله بقلنا 20% ونوصل للتكامل اللي كنت قلت لحضرتك عليه اللي هو موضوع إن احنا نعمل مرحلة التصنيع ونطلع في الآخر المنتج للمستهلك النهائي التصنيع بالنسبة لك راجل بتاعناتك حيواني مهم بقية اللي أهميته إزاي؟ أهميته في إن انت بتوصل لمرحلة إن انت وصلت للمستهلك النهائي بتوصل إن انت بتحقق للمستهلك منتج جيد مصنعات لحوم من لحمة حقيقية بتوصلها له لا لا نهائي إحنا بنتكلم في لحوم حقيقية هيتوصله على شكل مصنعات بالزبط وإحنا أول بالزبط وإحنا أول مشروع نشتغل في المغالدة ومن ساعة ما بدأنا نبني فيه وننشئ فيه مع الترخيص أثناء استخراج الترخيص كنا بنماشيين مع شركة للآيزو فكنا عاملين موضوع الجودة في كل حلقات الإنتاج من إنتاج حيواني لأعلاف لغاية زراع حتى من الزراعة لغاية بعد كده الدبح كل ده تحت إشراف الآيزو والحمد لله حصلنا على ثلاث شهادات للجودة نتخصصها بسلامة الغذاء وحالياً جاري العمل على الرخصة اللي هي بتاعة سلامة الغذاء الهيئة قومية سلامة الغذاء لا هو للمشروع ككل الحقيقة بس طبعاً إحنا اللي اتطلب مننا منهم لغاية دلوقتي للمجزر وإن شاء الله بإذنك يا رب خلال الشهر ممكن نكون حصلنا عليها بإذن الله إحنا ما فيه في منطقة فيها عجول تربية صحي كده؟ بالزبط كلها إذا انتك طلب من 200-220 اللي أنا شايفه صحيح ما زيتش عكرة صحيح كده؟ بالزبط كده دي مستوردة من أمريكا اللاتينية؟ بالزبط دي مستوردة من أمريكا الجنوبية بقالها بالزبط كده 52 يوم تحديداً من اين بقى؟ دي جاية من كولومبيا والبرازيل العجول البلدي رحنا لها من السنة اللي فاتت لما اتمنع عملية الاستراد لفترة؟ بالزبط إحنا الحقيقة اتمنعت عملية الاستراد لمدة تقريباً سنة في خلال الفترة دي كان قدامنا تحدي كبير مشروع زي ده لازم في التشغيل؟ بالزبط قمنا بملء المشروع المشروع اللي تحت واللي فوق تقريباً وصلنا لحوالي 8000 فرص بلدي سنة اللي فاتت بالزبط بلدي وجاموسي بقري وجاموسي التسمين البلدي ده بغرض البيع المباشر للمستهلك بالزبط في شريحة كبيرة من المستهلكين بيفضلوا العجل اللي هو البلدي طبعاً وهو فعلاً يعتبر ذو جودة عالية بنقوم بعملية تسمينه بالكامل وبنطلعه على أوزان 450 كيلو لحمة بيتدبح بعد كده يعني دلوقتي تعالوا نقابل المهندس أحمد عبد الحميد المدير الفني لمزارع شركة البشاير للصناعات الغذائية واللي خبراته في قطاع الانتاج الحيواني وتأسيس المزارع بتمتد لحوالي 27 سنة وعلى فكرة هو اتخرج في الزراعة القاهرة سنة 1993 لخصص انتاج حيواني بخبرتك كده إيه الفرق ما بين العجل بتاعنا اللي احنا شايفينه ده اللي بتبع بالكامل زي ما انت قلتلي لجمعيات وأفراد ناس تيري جدنا عشاء الله ضح والنصاح راك طيب والناس كلها طيبين وما بين العجل المستورد العجل البلدي بتاعنا هو عجل مذاك ورائع كنحم نموته معقولة كمربي في مواصفات كتيرة جدا تناسب المناخ المصري والجو المصري فده يعني سمة للشعب المصري لو بصنا بقى للعجولة المستوردة احنا جبناها اول ما جت ادبحنا منها كتجارب التجارب قالت ان الليفة بتاعتهم أدخم منها شوية توزيع الدهن مش مظبوط زي عندنا واشتغلنا عليه بالتغزية علشان نعيد توزيع الدهن بتاعه ونعيد تحسين اللحم فأصبح بمنتهى الثقة بقولها لك وأقسم بالله ان ما فيش اي بشاكل في المعلومة مقوله ان اللحم المستورد ضاها تماما اللحم البلدي الشحنات المستوردة اللي قدام حضرتكم من سلالات الزيبو والابرهما وليها تركيبات علافية خاصة جدا تعالوا نقابل أنس العياط المدير التنفيذي لشركة البشايل للصناعات الغذائية وبالمناسبة هو اللي دايما بيسافر على رأس وفود من الشركة والأطباء البيطريين المصريين للإشراف على عمليات الاستراد للعجول من الخارج أفضل الدول اللي احنا نستورد منها اللحم في رأيك في الواقع البرازيل البرازيل نعم بالنسبة يعني تتكلم عن الاقتصاد عام البرازيل أحسن حاجة وأمريكا اللاتينية عموما السلالة الزيبو نعم أنا شايفها السلالة مش دي أصلا أفريقية؟ في الواقع سلالة الزيبو دي موجودة في أفريقيا وموجودة في أمريكا اللاتينية هم هناك طوروها مخد السلالة نوع ما نعم تهجنت مع الحيوانات اللي هناك وطلعوا السلالة الجديدة اللي انت شايفها هنا أي سلالة تانية ممكن نستوردهم هناك؟ يعني مثلا ما بيشوفش حد هنا بيجيب الأنجوس للتربية فالواقع أمريكا اللاتينية فيها حيوان مهجن ما بين الأنجوس والبراهمة بيسموه برانجوس ده شبه الأنجوس كتير قوي الأسود الضخم نعم الأسود الضخم في الواقع بيستحمل حر وبيستحمل الشدة بنفس الوقت هو شديد أو صحيا فهو أحسن من الأنجوس الأوروبي خالص ليه؟ لأن الأنجوس الأوروبي هتجيبه مصر هنا مش هيستحمل الحر خالص هعمل لك مشاكل بينما البرانجوس اللاتيني يستحمل الحر ونفس الوقت صحيته عالية جدا فينفع مع مصر والشرق الأوسط لكل عشاء المانجو دلوقت هنزور واحدة من أفضل مزارع نبارية التي تنتج أفضل أنواع المانجو صاحبة المزرعة الكابتن رهام جاد كابتن منتخب مصر للسلة لسنوات طويلة ولكنها الآن تحترف زراعة المانجو وتصدرها لكل أسواق العالم خليكم معنا تعالوا بقى نزور مزرعة دينا أشهر مزارع المانجو في مصر والمسؤول عنها النهاردة المهندسة رهام جاد كابتن مصر السابق في كرة السلة وأشهر نجمات اللعبة في أندية الأهل والصيد اتخرجت في الجامعة الأمريكية ودرس التكنولوجيا المعلومات كان الناس بتتصور معاها في الشارع وفجأة كل حاجة تغيرت ولقيت نفسها بقت مسؤولة لوحدها عم مزارع ضخمة بساحتها 300 فدان في النبارية وكمان مزروعة بالمنجا اللي مفيش حد مش بيحبها لكنها أصعب شجرة ممكن تتزرها لأنها حساسة لأقصى درجة طيب تعمل إيه وهي ما تعرفش حاجة عن الزراعة تباعها وتخلص ولا تحافظ عليها وتطورها المهندسة الجدع رهام جاد فرارت تحافظ عليها وتطورها وتوصل بإنتاجها للعالم هتصدر منجا لكل العالم أوروبا شرق أسيا أمريكا الشمالية عشر سنين بتتعلم وتسافر وتجيب خبرة وكانت قد التحدي معاك رجالة ديهم دهب أنت ركزتي جدا في المزرعة بقى لك سنين وبجد عملت حاجة كلها نتشرب بيها والدك كان استشاري مالي عظيم جدا في دولة الكويت صح كده وبعد كده رجع مصر قرر أنه هو يتجه للزراعة وخد الأرض هنا في النبرية واشتغل عليها مزبوط هو حب ما رجع من برة قال أنا عايز أعمل مشروع يفيد المجتمع فعمل دراسة ولأن الزراعة كان وقتها في استصلاح الأراضي في الصحراوي واشترى الأرض دي في النبرية احنا في النبرية تلتميت فدان وابتدى آآ من الأول خالص ما كانش فيه تليفونات آآ صحرا كان فيه ميا وآآ قهربة للراي فقط آآآ وابتدى بقى خضروات آآ بطيخ كده يعني مبدأش مانجة على طول لا لا ابتدى الأول لأنه في الأول لازم تبتد يعني الزراعة تبقى خضروات وبعدين واحدة واحدة بقى بيحاول الأشجار آآ فابتدى مشوار المانجة في نص التسعينات آآ طبعا احنا كلنا كنا عارفين المانجة اللي هو الفونس الاويس تايمور ده طبعا هي أصناف المحلية بتاعتنا المشهورة آآ الأصناف اللي موجودة في الشرقية موجودة في اسماعيلية طمام فكن بدأ بخمسة فدان آآ ما جابوش الانتاجية المطلوبة عشان تحقق بيها نجاح اقتصادي آآ فابتدى يبحث عن ايه الأصناف اللي ممكن آآ أصناف مانجة ويبقى الصحراوي جو الصحراوي جو النبرية يتناسب معها يتناسب معها فابتدى آآ يشوف ايه البلاد اللي عندها المعرفة الأصناف اللي هي ممكن تلفع في نفس الجو بتاعنا آآ فكان من آآ بلاد زي جنوب أفريقيا آآ فابتدينينا نتعلم من جنوب أفريقيا ان فيه صنف اسمه كيت فيه صنف اسمه كنت فيه صنف اسمه آآ نعومي آآ ومن بلاد أخرى برضو مش جنوب أفريقيا بلاد أخرى آآ فأصناف شوفنا ايه الأصناف اللي تنفع وابتدى هو مشواره في انه هو آآ يجيب الشتلات ويزرحها بس انت ساعتها كانت كل خبرتك اني جبتاك لي مانجا ايوه صح كبه اكتسبت خبراتك اني ماشية النهاردة معايا بتحكيلي على كل شجرة ايوه بتقول لي انا بكلم كل شجرة انا بأكل كل شجرة ان انا عندي خمسة وعشرين الف ابن ايوه بالضبط كانت ده جملة انت قلتينها صح كبه ايوه عندي خمسة وعشرين الف ابن ما تقدرش تضحك عليهم المانجا بالذات ده آآ انا بسميها ابني ولادي المراهقين هم يعني هم مزاج ضفتي اصناف ايه انا احنا ضفنا اصناف هايدي ضفنا ياسمينة ده صنف جميل هم ومصرين بيحبوه جدا وضفنا ار تو اي تو وده برضو اه من اش ده اصناف تصنيع شوية اه ار تو تحديدا اه شمبليان لحم وكبير تصنيع المصنع بيودي فروزن مانجو لليابان دلوقتي المهندسة ريهام جاد هنقشها في ملف التصدير للمانجا المصرية الاسواق العالم وعلى فكرة هي دايما بتفكر برا الصندوق وعندها رؤية متميزة لمستقبل صادراتنا من الحاصلات البستانية وتحديدا المانجا اسواقنا كبيرة جدا عندنا لبنان عندنا الاردن عندنا اوروبا عندنا شرق اسيا صح كده؟ صح مزوط وانت اول واحدة فكرتي وغمرتي وعملتي محطة مصر كانش تعرف يعني محطات مانجا انت عملت ديها صح كده ممكن اسمع المشوار عشان الناس تعرف طيام ريهام جاد بجد عملت ايه للمانجا المصرية؟ هو انا ما روحت استراليا وجنوب افريقيا وشوفتهم بيصدروا مانجا انا يعني غيرت هم قلت ازاي من جيتنا احلى مانجا في الدنيا ومن بقاش من صدرها لاوروبا تمام يعني المشاعر جواية هي اللي حركتني اكتر من الاقتصاد تمام بس طبعا ثانيا انت لو فتحت سوق اوروبا اوكي دخلت عملة صعبة لبلدك اوكي برضو الاسعار المحلية تفضل مسك سعر لان مع زيادة الانتاج ااا في سوق الثالث فتح معك تمام فصو محلية سوق لبنان السوق الثالث لو قرربي الله ان شاء الله يعني موسيقى موسيقى دلوقتي هنزور في مدينة ضمنهور بالبحيرة مملكة الشاب محمود الشرقاوي هذا الشاب الصغير تسلم مشروع والده الخاسر في قطاع الصروة الحيوانية وتحدى الجميع ونجح بالفعل في تحويله إلى واحد من المشروعات الكبرى في الإنتاج الحيواني بمحافظة البحيرة هذا الشاب اليوم يمتلك نحو 300 رأس من الأبكار والجموس وينتج الألبان ويدخلها في الصناعة كمان عنده مركز لتجميع الألبان منظومة رائعة يقضها شاب لم يتجاوز من العمر 26 سنة خليكم معنا الشاب اللي قدام حضراتكم ده فاكرينه محمود الشرقاوي أسس مملكته الخاصة مشروع ممتاز في قطاع الصروة الحيوانية وأسسه بالكفاح والصب لأنه باختصار شايب بكرة وعارف هو ورايح فيه محمود الشرقاوي تحدى الجميع وتولى إدارة مشروع والده الخسران مزرعة متهلكة بدائية قديمة جدا للتسمين والجموس الحلاب واشتغل بتركيز واعتمد على العلم والوقاية من الأمراض مش مكفحتها والتغذية السليمة والتهوية الصح والرقابة البيطرية الصارمة النهاردة وفي سنوات معدودة بقى بينتج ألبان جموسي وبقري وعنده مشروع تسمين بقري والإجمالي بقى 300 راس بقري وجموسي ملكه ومركز تجميع ألبان من المزارعين وبيصنع الأجبان الرومي والسمنة والزبدة كل ده في عزبة الشرقاوي بمدينة ضمنهور اتفضلوا معنا عايز أعرف منك حاجة مهمة جدا ليه كررت أن البداية تكون من ترخيص المزارع غيرك شغالين من غير ترخيص أنت ليه كان قرارك أنا لازم أبدأ صح عشان خطر الدعم النقطة الأولى التاني نقطة عشان خطر نشتغل صح نعرف نوصل لحلمي لأن طبعا الشغل العشوائي مش هيوصلني لأي حاجة في سلالات جديدة كلهم بتخش البلد في لقاحات بيتم تلقاحها عايزين نوصل لأعلى منتج لأعلى انتجية من الألبان يعني مثلا إحنا البلدي عندنا بيدينا انتجية من 10 إلى 12 كيلو اللي احنا عايزين نوصل لـ 15 و 30 و 20 كيلو زي الإيطالي زي الإيطالي لكن بالنسبة للوضع الحالي في مصر احنا عندنا الجاموس باعتبر ثلاث سلالات الجاموس البحيري والمنوفي أو الفيومي أو الصعيدي الديني فرق ليه مهتمتش بالأبكار ليه مهتمتش مثلا من البقرة بتنتج كمية أكبر من اللبن أو جبت مساح للهولشتاين وعملت مزرعة كبيرة أنا عايز نقول لحضرتك إن النهاردة اللبن البقري بخمسة جنيه سعر موحة الجاموسي بعشرة جنيه أصبح إن الجاموسة بتعدل اللبن البقري في السعر دي أول نقطة تاني نقطة اللبن الجاموسي الجاموسي أعلى أعلى خمسة جنيه في الكيلو الدسم أعلى البروتين أعلى كسافة أعلى لكتوز أعلى كل حاجة في الجاموسي بتتنيز عن البقري والزيادة على كده إن الجاموسة بتاكل نص الأكل اللي بتاكله البقرة يعني الجاموسة ممكن بكيلو علف في الطاقة هتقوم بيه اللبن الجاموسي بتورده المكان ولا بتستخدمه عند مكان نستخدمه طبعا في بنعمل صفايح أشطى عبارة عن الصفيحة أو الأردة الخمسين كيلو تمام وفي منه منتجات صغيرة بالنسبة للزبادي بنعمل عبوات زبادي بنطلع لبن شرب صالح للاستخدام تنزل سوبر ماركت بإسمك إنت مثلا أو بتاعمل سوبر ماركت اللي بيجي ياخد مني أنا عايز أسألك على حاجة مهمة جدا أنا شافك مهتمة قوي بالبتلو يعني عينك مع كل عجل جاموسي بيتلو وبتحرك وشايف الرقابة بتاعته عاملة إزاي والمتابعة بتاعته والتخذية بتاعته مهتمة جدا بدا غيرك بيتبح البتلو غيرك بيتبح الإناس ده سبب الخراب اللي مصر فيه النهاردة النهاردة لما مثلا نتبح البتلو طب إحنا هنعمل إيه بعد كده ما إحنا هنفضل نتبح كل يوم نتبح كل يوم طب وبعد كده ما هيجي عليه وقت وحينقرد مش هلاقي بتلو تاني تمام لكن لما نحافظ عليه وبالذات الإناس أكيد حيبق أنت كده بتحافظ على الصروة الحيوانية بتاعتك وبعدين زي ما قلت لحضرتك من شوية الجاموسي غير البقري الجاموسي صروة المفروض أن كل مصر يحافظ عليه بقدر المستطاع موسيقى 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 دلوقتي هنزور واحدة من أعظم مزارع طريق مصر اسكندرية الصحراوي هذه المزرعة يملكها المهندس سامي الزيني مستشار التخطيط القومي هناك يطبكون أحدث أنظمة الري في العالم بيسقوا الزرع بالثانية الوحدة لأن باختصار شديد جدا نقطة الماء عندهم توازي نقطة الدم خليكم معنا تجربة فريدة من نوعها شفناها في مزارعة الزيني بطريق مصر اسكندرية الصحراوي وهي الزراعة في الصوب بتربة مكونة من أش الأرز والرمل المعقم بنسبة واحد لواحد بطريقة الخندق وبصورة حديثة يستفيد فيها النبات بكل نقطة مية وتمنع إهدارها وتوفر في الطاقة والأسمدة العضوية وتعمل سرعة نمو غير طبيعية يومها الدكتور ياسر عبد الحكيم استشار الزراعات المحمية ورانا أن الصوبة اللي قدام حضراتكم دي ومسحتها تسعة في تلاتين متر والمزروعة بالفلفل الألوان أو الطماطم أو الخيار بتتروي بالكامل بواحد ونص متر مكعب مية بدل تلاتين متر مكعب مية في النظم العادية المزرعة ملك الدكتور سام الزيني مستشار التخطيط الإقليمي مساحتها متين وخمسين فدان وسرها تحت الأرض باختصار هو بيتحكم في كل نقطة مية بيرو بيها الزراع ومدة الري بيحسبها بالثانية والمزرعة فيها محطة أملاقة لفلترة مياه الري وتحليتها وبينزع من خلالها الأملاح بنسبة مية في المية وبالتالي النبات بقى قل مجهود بياخد كل احتياجاته من المية والعناصر الغذائية المحملة عليها استخدام الرمل وأش الرز والزلط كوسيلة لتصريف المية صح كده؟ تمام ايه الموضوع؟ احكينا الموضوع باختصار وبوضوح وبالأرقام بمطالبساطة عندنا مشكلة المية في مصر معروفة طبعا وكل الهدف في الوقت ان انا وفر في استهلاك المية دي أهم نقطة تمام النقطة الثانية بيبقى في مشاكل أمراضية في التربة دي كان كل سنة بنلجأ ان احنا نعقم التربة وخاصة في الصوب يعني مرة في السنة كده أو مرة كل سنتين ببروميد المسائل ده أصبح محرم المحذور أيوة أصبح محرم دوليا وممنوع استخدامه لأثره السلبي على صحة الإنسان ففكرنا في بدايل للمبيدات من ضمن البدايل دي نحن نشتغل بتربة بديلة كمان في نفس الوقت التربة البديلة نفسها هي وسيلة من الوسائل توفير استهلاك المية تمام فكان من ضمن الوسائل دي أنا عندي مشكلة في أش الروز مسلا أش الروز بيعمل السحابة الصعودة عندنا اللي معظم الفلاحين بيحرقوه فبيعمل مشاكل فحين أش الروز نفسه هو قيمة ممتازة جدا كبيئة قدر أزرع فيها كله ألياف سليلوز بيمسك المية كويس قوي ويمسك معها العناصر الغذائية فهو بيئة خصبة للاحتفاظ بالمية ودى عناصر الغذائية احنا هنا ده فلفل الألوان وعراك فلفل الحريف 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 الحمر طبعاً فطور النمو ايه الفرق بين أننا نزرع بالطريقة دي والزرعة العادية انتاجية كويس شكل النبات استخدامه بالمية كل الحاجات دي عايزة فهمنا فيه ثلاث مشاكل لما بزرع في التربة العادية بيئتش الأرض في مصر هنا أرض قلوية دي بتثبت لي ست عناصر بيروح على طول النبات ده كان الحي اللي قدامي ده أي نبات بيتغذى على تلاتاشر عنصر غذائي معروفين كويس التلاتاشر دول خمسين في المية منهم تحت ظروف أراضينا دي بيترسبوه في الأرض تمام لأن جدر النبات ده بيمص سايل مفهوز سنان تاكل ده شفاط بيشفط فلازم يبقى السمات دايب في المية في الأرض عشان يعرف يستفيد منه بيشفط بروحته بس يجب لينا الخير ما نقول ساعدتك هو عشان يشفطهم من الأرض لازم يكون السمات دايب في المية لما بحط الأسمدة دي تلاتاشر عنصر السمات دي في التربة بيترسب منهم ستة هما الفسفور والحديد والزينج والمانجانيز والنحاس والبورون ستة عناصر من تلاتاشر يعني تريبا خمسين في المية بيترسبوه في الأرض في الأرض العادية والنبات ما يستفيدش منه فمستحيلة تلاقي مساحة الورقة بالحجم ده هتبقى أصغر هي فعلاً حجم ورقة في الفيف الألوان بشفتهاش في الحجم ده ما نقول ساعدتك هو ومرحلة النمو دي وهيبقى المحصول ضعيف مش قوي تمام؟ لكن لما أنا بقى أزرع في أش الرز أش الرز البي اتش بتاعه أقدر أفتحكم فيه وأنا خاصة أحطه في متشمع أقدر أتحكم في البي اتش وأزبطها على من ستة ونص لسبعة ونص بي اتش اللي هي الدرجة المناسبة لزوابان الثلاتاشر عنصر فميش ولا عنصر هي ترصم فينا ضمنت امتصاص مية في المية من العناصر الغذائي النقطة الثالثة ودي أهم وأخطر نقطة من وجه النظري توفير السلاك المية حروي فلفل زي ده أو طماطم أو خيار فدان في التربة العادية في اليوم في شهر ستة ده هياخب من 25 إلى 30 متر مكعب مية حسب نوع التربة صحيح في الرأي الوحدة؟ دعي الأل في اليوم تمام؟ في اليوم المقابل بقى المقارن لما أنا أزرع في أش الرز اللي قدامنا ده أنا هروي للفدان من متر ونص لتلاتة متر مكعب مية للفدان في اليوم بدل 25 إلى 30 توفير فوق 95% من السلاك المية وتوفير في الطاقة توفير في الطاقة توفير في المية توفير في السمات توفير في الموبيد بكرة السبت رحلتنا مستمرة مع جدعان بلدنا وهتقابل معنا المهندس شريف الجبلي رئيس شركة إنارة للاستثمار والمسؤول عن توصيل الكهرباء في مساحة 500 ألف فدان في المغرة والمينيا وهنتعرف على قصة نجاح الدكتور أحمد الكمار رئيس مجموعتها بسويت للصناعات الغذائية وهنزور جنة الدأهلية في وايد النترون على مساحة 1800 فدان وهنتعرف على مزارع دواجن رضا يوسف في الخططبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر